ايتنا النهاردة للأسف الشديد بخبر حزين ومؤسف هو وفاة محمد متحت المعد البدني بالجهاز الطبي لنادي الزمالك فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توفى يمكن وهو في طريقه إلى الميران ميران نادي الزمالك يستعدادا لقاء العودة إن شاء الله يوم الأحد القدم ماما من مودرن فيوتشر فيه دور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالي الأفريقية يعني من الأشخاص اللي نحسابهم على خير يعني كل الناس اللي اشتغلت معاه هو بقاله 3 سنين في نادي الزمالك اشتغل مع أجهزة فنية متعاقبة وكثيرة مرت على جدران نادي الزمالك كل اللي اشتغل معاه وكل اللي اتعامل معاه بيقول إنه هو كان شخص يعني يتمتع بدماثة الخلق وشخصية محترمة متفنية متقنة لعملها زي ما بنقول إحنا كده باللغة الدرجة بتاعتنا ابن موت يعني من كتر ما هو كان شخص جميل ومحترم عنده 32 سنة ربنا يرحمه وتقبله بقبول حسن ويجعله في الجنة ونعيمها وإحنا في العشر الأواخر في أيام هي الأفضل أيام مباركة وأيام جميلة أشرف وأجمل أيام السنة كلها ربنا يجعله يا رب من عتقاء رمضان وربنا يدخله فيه معايته إن شاء الله يكون في الفردوس الأعلى وفي جنة النعيم ويمكن محمد متحت وغيره من يعني الفترة اللي احنا فيها دي بنشوف كتير موت الفجأة وخاصة في يعني الشباب ما بين الشباب اللي أعمارهم الصغيرة يعني فبحث إن التفاصيل اللي زي دي المشاهد اللي زي دي بتبقى آية كده من آيات ربنا سبحانه وتعالى لنا كلنا على الواحد إن هو يتدبر يعني منها ويقف عندها إن في الأول وفي الآخر أنت ما بين نفس طالع ونفس داخل تبقى بين دي الرحمن الرحيم علينا كده إن احنا نتدبر في ده وخاصة في الوسط الرياضي المصري والوسط الكروي المصري من تراشقات من مشاحنات من تطاول من تجاوز من سخرية من إهانات من إن احنا بنحمل الأمور أكثر مما تحتمل في كثيرا من الأحيان لمجرد الاختلاف في الأراء الكروية الأراء الفنية رأي في الكورة ولا انتماء ولا حب الفريق على حساب فريق ولا اختلاف في الرأي مع لعيب في رأي قاله ولا مع نادي في قرار أخده ولا مع مدرب ولا مع لاعب في الآخر الحاجات ساعات عندنا بتاخد منحنة أكبر مما تحتمل وبتخلي الناس تروح لبعض الأفعال والمواقف والتصرفات والكلام اللي بعيد تماما كل البعد عن الرياضة وبالعكس ممكن يخلينا نبعد كمان عن الدين والأخلاقيات اللي متعرف عليها حتى في مجتمعنا الشرقي فبالتالي التفاصيل اللي زي دي والمواقف اللي زي دي والمشاهدات اللي زي دي على الواحد ان هو تدبر يعني فيها كويس جدا ويقف عندها عشان يعرف حقيقة الدنيا ان هي في الأول وفي الآخر نفس طالع ونفس داخل ومن تشعارف النفس هيقف امتى ومن تشعارف الدنيا هتوقف امتى وفي الآخر هي دنيا فانية زي ما احنا بنقول طول الوقت يعني ربنا ارحمه ويخفره ويتقبله بقبول حسن